الأصل في الحياة الزوجية أن يكون فيه ثقة ما بين أي اتنين متجوزين فبالتالي يكون فيه مساحة خصوصية بين الزوجين ده اللي الإسلام حثنا عليه عشان يكون فيه استقرار في الحياة الزوجية لكن في الحياة ده ما بيحصلش في بيوت كتير وساعة كتيرة بتلاقي الأزواج عايزين يعرفوا تفاصيل التفاصيل عن شريك الحياة إيه المشكلة؟ عسان تقولت كلمة مهمة جداً بثقة استقرأت مهمة جداً عشان أعلاقها بأي اتنين يعني بأي اتنين أو طبعاً في الحياة الزوجية الخصوصية موضوع مهم جداً هتكلم عنه في فقرتنا النهاردة هل ممكن يا بسانت الراجل أو الزوج يشوف موبايل زوجته أو الست مثلاً ده بيحصل بكتير جداً الست تشك مثلاً في زوجها فتفتح الموبايل وتفتش فيه ده بيحصل كتير وبيفتح باب لمشاكل وخناقات كتيرة جداً في بيوت كتير مساحة الخصوصية دي إزاي نحددها؟ أسرار البيوت إزاي نحافظ عليها؟ هنتكلم مع السيد عرفة الشيخ سيد عرفة هو عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر ضيفاً عزيزاً وكريماً في موضوع الخصوصية ما بين الأزواج أهلاً بك فاندم منورنا ومشرفنا أهلاً وسهلاً ومرحباً الخصوصية ما بين الزوجين في ضوء التشريع الإسلامي حقوق الزوج وحقوق الزوجة بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج اللهم عن ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرى وبعد يعني بشكر حضرتك على هذه المقدمة وهذا الترحب بالفعل يا دكتورو بالفعل زي ما ذكرت أستاذتنا أن الحياة الزوجية لما نجي نتمعن في معنى كلمة زواج ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج في القرآن آية عظيمة من آياته سبحانه وتعالى بل جعل الزواج اسمه في القرآن ميثاق غليظ كلمة ميثاق غليظ يعني عقدة جمدة أو كده ذكرت في القرآن مرتين مرة مع الرسل والأنبياء أن ربنا أخذ عليهم العهد والميثاق ومرة مع الزوج والزوجة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظة وفي سورة الروم الآية 21 لكل الناس بتسمعها في كتب الكتاب ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من إيه من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني الناس بتفهم وتتمعا في مراد ربنا سبحانه وتعالى يبقى الزواج مش بس علاقة من رجل وامرأة وخلاص مش بس شراكة لا الجواز أسمى وأعلى من كده الزواج إن الاثنين بعد أن كانوا نفسين أصبحوا سكنا ونفسا واحدا لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني زوجتي حتى مني إكرمها إكرم لنفسي إهنتها والتقليل منها إهانة لنفسي لذلك الاثنين واحد لذلك أعظم تشبيه في القرآن إن ربنا يوصف أو يصف الزوج والزوجة إن الاثنين ستروا وغطى على بعض ربنا يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يا سلام ده أعلى حاجة أقرب حاجة تشبيه القرآن البديع أقرب حاجة الجسد الإنسان التشرت أو الجلبية اللي هو بيلبسها حضرتك بتقول بعض لكن فيه ساعات كتيرة بينقلبوا على بعض بتوجع لما تبقى أنت مآمن لحده ومعايش حياتك فاكر أنه الحد ده أمن وأمان لك ولكن تكتشف بعد سنين كتير أن الحد ده كان بيخون أو كان بيجدب فساعات كتيرة يأما الزوج أو الزوجة بيبتدوا يتتبعوا أسرار وخصوصيات الآخر أو يأما حد تاني بيوسوس في الودان من الصحاب من الأقارب فيبتدي الشك يتزرع بداخل الزوجين نقدر نقول الحكم إيه لو الزوج أو الزوجة تتبع خصوصية الآخر في الدين طيب أحسنت سؤال بعض الناس بيسألوه مرارا وتكرارا طيب يا عم الشيخ أنا هنا زوجي بقول أهم حاجة يا جماعة أي حد مقبل على الجواز خطوة الاختيار يعني إيه الاختيار يعني أخطر شريك الحياة مش أخطر شريك الحياة بمناء على المادية البحتة إذا جاءكم من ترضون الشأة والعربية والوظيفة لا 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 مش ده خالص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني الأساس اللي هو الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكون فتنتهم في الأرض وفسادهم كبير وفي رواية وفسادهم عريض وقال برضو علمني أن أنا كراجل لما رح أخطب واحدة قال تنكح المرأة لأربع مالها جمالها حسبها نسبها ودينها فظفر يعني فوز بذات الدين تربت يداك يبقى الدني الأساس عند الراجل الدين والأخلاق وعند البنت برضو الدين والأخلاق وفي فرق بين دين وتدين دين يعني الأخلاق المعاملة الصالحة والصادقة لا في المعاملة حضرتك بتعرف الإنسان من معاملته لذلك فيه فترة اسمها فترة الخطبة مش شفت حد خلاص هو شخص كامل وشخص كويس وشخص يلا ارتبط به لا دقال فيه فترة معاملة لهي احنا بننصح كل الناس فترة الخطبة لا تقل عن ست شهور ولا تزيد عن سنة عشان أعرف الشخص اللي قدامي هعرفه لما بنتكلم كلام كويس بيعملني ازاي بيعمل والده والدته ازاي بيعمل أهله ازاي بيعمل إخواته ازاي لما بنختلف فترة الخطبة بروح أعمل لي بلوك ولا بيقول لي روح الماما تأسفلها ولا بيعمل ايه ما هو فترة الخطبة معرفة طب بعض الناس بتتجمل في الفترة دي وكل واحد بيلبس المسك اللي هو خلاص أنا إنسان كويس وهي إنسانة كويسة وبيجي عندنا الجواز بعض الناس بيشوفوا أن الحب بيكون قبل الجواز بس الحب ما بيبتديش غير بعد الجواز ليه؟ لأن الحب قبل الجواز حب بلا مسئولية مسئولية إنما بعد الجواز فيه تحمل الأعباء والمسئولية هي تحملت بيت وقسرة وهو تحمل بيت وقسرة بكون هنا بقى الاتفاق طب من الاتفاق إن إحنا الاتنين يعني ما فيش مساحة خصوصية بيننا وبين بعض لقى الطبيعي إن الست الشطرة اللي تسيب لجزها بعض المساحة الخصوصية مش معنى خصوصية أن يخب علي أو يكتم علي لا ده الجواز لا يبنى إلا على الثقة زي ما تفضلت حضرتك وقلت والصداقة صداقة معقول في حاجة اسمها صداقة بين زوج وزوجة أيها هو ده الوصف القرآني ربنا سبحانه وتعالى بقول في القرآن يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي ويمين وصاحبته معقول ما قالش زوجته ولا قال مراته لا قال صاحبته صاحبتي اللي هي زوجته بس يسمىها المصاحبة المصادقة هنا لإن هي عرف كل حاجة عن زوجها وهو عرف كل حاجة عنها ربنا يقول كده في صورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني صديقة يبقى الزوجة صديقة والزوج كذلك صديق حضرتك قلت حاجة مهمة جدا أنه الثقة ما بين الزوجين ده عنصر مهمة جدا لإتمام الزواج بشكل جاي الإنسان بتغير صحيح ممكن يكون في بداية الحياة يعني على خلق وكل حاجة لكن ما تمر به من أحداثه وغيره في الحياة ممكن يتغير في بعض الأحداث سلوكياته تتغير هنا الزوجة تتعامل إزاي مع زوجها إذا تغير هذا الشخص اللي شافته في البداية شخص مثالي وعلى خلق وإذا شكت في حاجة ده سؤال بيجي بشكل كبير جدا وبيتكرر إذا شكت فيه أنه في بعض السلوكيات الخطأ هل يجوز دينيا أنها تتتبع زوجها ترقبه تشوفه ورايح فين تمسك الموبايل بتاعه ده يجوز لها أنها تتصرف هذا التصرف طيب بداية السؤال له شقين هل الإنسان بيتغير جملة يعني الشيخ سيد كويس وكل حاجة وإنسان متزن وأفعاله كويسة هل ممكن بالفعل أنه يتغير 180 درجة؟ لا لا ما يتغيرش 180 درجة إنما ممكن يختبر بعد الحياة حضرتك أصلا بكون كل واحد بيتجمل فينا ودي حاجة خطأ مش حاجة صحة بمعنى أن أنا قبل الجواز حاجة بتجمل بالكلام بتجمل في المنظر بتاعي أحسن بيرفيو أحلى لبس وأحلى كلام وبعد الجواز خلاص بقى أنا خلاص اتجوز بمعنى يعني اتجوز يعني مهمل في نفسي؟ لا مهمل في الكلام حتى اللي كنت بقوله لا ده المفروض الكلام بزيد مش بقل المفروض التجمل بزيد مش بقل طيب إن أنا أتغير 180 درجة؟ لا ده غلط ما بيكونش موجود ليه؟ لأن الأصل في الحياة الثباب طب بعد كده ممكن من الضغوطات والأعباء اللي علي ممكن كنت بتحمل شوية فيقل الصبر بتاعي آه ده بيحصل بعد الجواز بعشر اتنشر سنة كده ممكن أنا كنت بتحمل حاجات قبل كده في أول الجواز مثلا في المشاكل والخلافات سطيع لعلي مثلا نهدد بعض شوية بعد كده ما أدرش ليه؟ لأن احنا خلاص أصبحنا عشرة وأصبحنا معاملة وأصبح كل واحد عارف اللي بيرضيني واللي بيغضبني تخيل أن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع زوجته كده ويقول لها أنا بعرف إمتى تكوني علي رضي أو إمتى بتكوني علي غضبانة قالت له طب تعرف إزاي ستين عائشة فبتقول له إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما بتكوني غضبانة تقولي لا ورب إبراهيم أو ما بتكوني رضي عني لا ورب محمد فترد هي شوف الأدب تقول له والله لا أهجر إلا اسمك أنا بس هو اسمك يا سيدنا النبي النما الحب ثابت مستقر ليه لأن هي دي الحياة يبقى التغير هنا بيكون طفيف التغير في الاحتمال نما تغير خالص لا ما بيكونش موجود طب بينفع بقى إن أنا دخل وزرع الشك مديني وبين زوجي لأ بنقول لكل ست كده هو لا ابعدي الشك بره وبنقول لكل راجل الحياة لا تبنى على الشك بمعنى إن الراجل لو شك في زوجته أو الست شكت في زوجه لا الحياة كده مش هتستقيم على حال خلاص ليه لأن احنا أدخلنا الشيطان فيما بيننا أفضل حاجة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا يعملها الشيطان أحسن حاجة بتبسط الشيطان وتريحه زي ما قال كده في صحيح مسلم أحسنتي الشيطان بيقعد يجلس على الماء كده وبعدين يبعث زراري زراري اللي هم الشيطان الصغيرة وبعدين لما واحد يجي عملته النهاردة يقول له والله جعلته ويسرق ما زلت به يعني عدت وسوسل وحد ما سرق انت عمال د slap ما زلت به حتى زنا ما زلت به حتى كذا الحد ما يجي واحد ويقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه أنا بنيتني عن دل Blessin كده لحد ما خليتهم يطلقوا فيقول له تعالى بقى أنت هو أنت هو أنت الكبير النهاردة أنت الأول النهاردة أنت اللي هتأخذ جايزة ليه؟ لأنه ضمر بيت، ضمر حياة، ضمر أسرة، ضمر مجتمع لأن الأسرة لا بنات بناء المجتمع هو دلوقتي لما يخلي زوج وزوجة يتطلقه مين اللي بتضمر؟ بتضمر الزوج، وبتضمر الزوجة، وبتضمر الأولاد وبتضمر أسرة الزوج والزوجة الأسرة هنا والأسرة هنا بيحصل خلل في المجتمع إنه عدم توازن لذلك إحنا بنقول لكل زوج وزوجة ربنا بقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا إيه ولا تجسسوا زي ما حضرتك كنتم بتقولي ولا تجسسوا إنما أنا ممكن يكون فيه ثقة بين زوجتي إن زوجتي عرفة البصورد بتاعي هذا مش حاجة عسكرية ما بنوعه اقتربه وتصوير الزوج اللي بيخبي بقى البصورد عن مراته الجميل أو يبقى هو بيخبي حضرتك بتشوفي في أفعاله تناقضات يعني بيجي حضرتك بكلمات جريبة لا خليني أسأل حضرتك سؤال بيتسئل على الجروبس بتاعة البنات عمتا دايما جوزي متغير علي جوزي بيغيب بالساعات برا البيت بكلمه ما بيردش بيعمل حاجات مريبة ما كانش بيعملها الأول تنصحوني بإيه دايما بيقول لها كده فتشي موبايلو لازم تشوفي بتنميش على ودانك ده الكلام اللي بنصحه بيه بعض قال النهاردة جاي بقى لحضرتك أسألك السؤال ده لو إحدى المشاهدات دلوقتي بتفرجوا علينا انصحة نصيحة بحكم بقى الدين هنا إيه طيب هو جميل السؤال ده وبيتكرر مرارا وتكرارا بس بدل ما أقول لها فتشي وبدل ما أقول لها تتبعي وبدل ما أقول لها هو كان بيعمل وبدأ يعمل بقول لها قرابي من زوجك صحبي جوزك كلمي حضرتك بعيد عنه وهو بعيد عنك آه ما يخرج بالساعات طيب ما حضرتك عارفة هو بخرج فيه عندنا دلوقتي أعباء الحياة والمسئوليات حضرتك هو بخرج من الصبح يجي آخر الليل ليه عشان يوفر لحضرتك حياة كريمة وعشان ولاد وعشان خطر يعمل للمستقبل وعشان ما هو كل ده عهز حاجات لذلك حضرت اخترت حسن النية جميل أوكل وقرب منه احنا لسه بنقول أصل في الجواز المصادقة والمصاحبة لذلك حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستنا السيدة عائشة كانت تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج معها سيدنا النبي شفتي برجع آخر الليل تعبانه كان يخرج معها سيدنا النبي ويمشوا بالليل عشان يتكلموا يتسامران يتحدثان ليلة يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف الخصوصيات ممكن الزجم العلاقة العلاقة بين الراجل وبين أي حد مكونة من ثلاث حاجات علاقة مع النفس علاقة مع الناس علاقة مع الله سيدنا النبي قال كده اسمه مثلس السعادة إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فعطي كل ذي حق حقا يعني عاوز نفسي شوية ممكن أكون مطحون طول اليوم وعاوز نص ساعة مثلا ألعب ماتش بلاستيشن عاوز أجري أروح الجم نص ساعة يبزوك تتفهم ده تدينه مساحة للخصوصية ومش معنى الخصوصية هنا إن أنا بعيد عنك لا ده أنا قريب منك وحضرتك عارفة إن أنا فيه يعني الفاسويد ما تجسس عليه ما هو ربنا بقول ولا تجسس بس ممكن وإحنا عادين جب بعض يفتح التليفون جنبي إنت بتعمل إيه في نوع من المصرحة ما بينهم والحوار ما بينهم بدون شك يعني بطريقة مباشرة طيب على موضوع الموبايل نهو بعمل مشاكل كبيرة جدا من الظواهر برضو الغريبة اللي احنا بنشوفها الفترة الأخيرة مولانا فكرة إفشاء أسرار البيوت يعني أنا في مشكلة مع زوجي فأروح أحكي لصحباتي مثلا أو هو يروح يحكي لأصحابه أو على جروبز زي ما بس أنت بتقول أو يدخلوا الأهل من هنا وهنا فالأصرار اللي هي فيها قدسية داخل البيت بتخرج برا البيت إلى أي مدى ده انتهاك لخصوصية أو حرمة الأسرة دينيا وده أثاره إيه يا فندي طيب احنا بنقول لكل الناس اسمها أسرة واسمها بيت واسمها حياة بمعنى زي ما حضراتك بتتكلم في الخصوصية حضرتك وزوجك بينك وبين بعض خصوصية الشرع الشريف لما تكلم تكلم أن ده ميثاق غليص بمعنى أن اللي بيحصل في بيتي بيني وبين زوجي مينفعش أولادي اللي هما قاعدين معايا يتطلعوا عليه في مشكلة بيني وبين الزوج ينفع أتطلع عليها الأولاد أنا كده بدمرج السلام النفسي والسلام الداخلي بداخل الأولاد فبنقول الزوج والزوجة هما الاتنين يتكلموا عن بعض طيب تخيل أن حضرتك الزوج والزوجة بتتكلموا عن بعض الزوجة تسأل والدتها وتسأل والدها وتسأل أختها وتسأل أخوها بل تعدى الأمر إلى ما هو دون ذلك لا ده أنا هكتب على الجروبس على الواتساب أو على الفيسبوك أو على أي حاجة واسأل الناس اللي برق عن حالتي يا جماعة والله يا حضراتكم كل بيت له كيان وله استقلالية وله حال بمعنى اللي هيمشي في بيتي أنا بيت السيد مش هيمشي عند بيت الدكتور مش هيمشي عند بيت الأستاذة ليه لأن اسمه حال فالحال مختلف عند كل الناس ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولا تنسوا الفضل بينكم يمكن ده كمان من الحاجات المهمة جدا نحن وقت الزعل مش لازم ننسى الفضل بنا بنشكرك الشيخ السيد عرف عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأظهر الشريف كل شكرا لك يا فندم شكرا نورتنا نورتنا وشرفتنا مولانا